أعلنت السلطات التركية إنقاذ 18487 مهاجران غير نظامي دفعتهم عناصر من الشرطة اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية خلال عشرة أشهر ماضية وعثرت فرق خفر السواحل التركية على 18 جثة لمهاجرين غير نظاميين في بحر إيجا وسلمت مهربا وسلمت 111 مهربا للسلطات القضائية وأنقذت فرق السواحل المهاجرين بعد إعادتهم إلى إزمير وجنقلي وباليكسي وأيدين ومغلة بين واحد من كانون الثاني و 31 من تشرين الأول الماضيين وكان أكبر عدد من عمليات الإعادة في آب الماضي بلغ 3259 مهاجرا وفق ما قالته وكالة الضول الجمعة 11 من تشرين الثاني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر